السلام عليكم ورحمة الله والله وصلي وسلم على رسول الله نهاركم مبارك أخوتي وأمهاتي إن شاء الله يا ربي قاركم بخير روكم بصحة وهانين يا رب العالمين اليوم إن شاء الله كما تشوفوا جيتكم بفيديو متنوع فيه بثاف أفكار شوفوا افكار تاليوم طب وحدة تدابير منزليه رائعة جدا إن شاء الله غادي تفيدكم وإن شاء الله تستفيدوا معي اليوم الروتين اللي غادي نفوته معاكم راه في دارنا سايركم معرفين العطلة غادي تكملوا كل شيء إن شاء الله قاعدتكم سوف نفوتها في دارنا و سوف ندخل و نلهو في ولداتنا و كل شي نقدرنا و نقدركم بإذن الله تعالى كما تشوفوا بديتكم بهذا اللقطات اللي كنتشوفون نقلع لكم في الحرة و الكرموس اللهم بارك نقلع هكا واحد الكامية اللي كتبها الناربي ناخدمها معاكم كونفوتر صح 100% هذا يكلو صحاب الحمية الغدائية صحاب اللي ما يكلوش حاجة هكا فيها مادة حافظة ولا كلا احد هذه الكمية كما كنتشوفو قلت لكم خدمتوح الكونفوتر ما شاء الله انتم منها كل واحدة تجربة الكونفوتر هذا يقعد لك حتى العم مع الهوالو تحتفظو به في التلاجة عدنا وصفات عشاء ولا فطور خفيف عدنا تانية قلت لكم تدابير منزلية تبعوها الاخر فيديو رائع جدا بسم الله بدنا بالناشاط وبدنا بالهذاك الطاقة الإيجابية حالينا الديار تواقي تدخل نطاقة الإيجابية تخرج هذه كريحة الرقاد يعني تبدلوا هذه الجو هذه خطوة لابد منها من بعد هنا فطل القش كان عدنا شوية على الخسيل هنا قشة أولادية قشة أخوية هكا شوية على خسيل ما نبغيش يقود هكا يتراكم سرتهم مراهية كبيرة وكل شي ما تبغيش تخلي على الخسيل يتراكم عليها هنا يقدرت هكا غسلة هنا قد نوري لكم اللي عندها هذي انسين موديل ماشينا سامسونج ماشي انسين هادا بزاف عندها غير خمس سنين ولا من حيت شراتها هنا المهم هكا لما عندها شبخي لافاش كيفاش تخسل انا ما تحطها تخسل ومن بعد تضي لها بوز وتعاود تريغليها تضيد لها الليكيد وتخليها تعاود الدور تخسل لها هكا تسمى دارت الغسلة الغسلة الزوجة ما فيهاش بخي لافاش هكا تخرج لها غاية من بعد هنا خليتها تغسل وهنا يا جيتان درت هذي الماء ودرت فيها شوية عفاف وتاني هادا الصفون ماخسي يهب الاخوتاتي باش نغسل قش احسان بنتي غا بيدي لاختش هتتغسل به في الماشينا وباليد وهنا ما كانت دخلت وجابت هكا 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 صرفت غير شوية ما صرفتش بزاف قسكوين متن شفت لفتقلوقه درت شوية هكا غي مصرف خفيف هنا قاتلي والله غي وري هكا الابناتي غير هاد شوية خضره الله يقدر هادو كل يخدموه بالجورنية وكل شي غير هاد شوية خضره جيت هامان شعرف قرب 200 ميل قلت لكم بلي كو شرح غالي سماها كيما يقول لك هكا شيرت لكم هكا في دياركم كوش يقتاصدوا على أزواجكم يقتاصدوا في ديار والديكم سما ديروا اسوالح يعني كيما نقولو حنايا ما تضيعوش وما تبدروش بس كل عيشارة هي غالية عصون بوخصون هانا شرحت هكا سدورة تعدجاج شرحت هانا شوية بطاطا شرحت الكرافز قد لكم راه يدير 22 ميل الكرافز شرحت شرحت النعنات قد لك تاني راه يدير هكا سام ميل سيميل القبضة كاروتا القورجات شوية تاع قد لكم ليزي بيس نشروهم هكا هكا حب ونطحنوهم غير هاد الخضره هكا هكا سايدة هات امبان ما هودناش مدي جديدة سما شرين هكا مطحونين واجدين المهم هنا هكا هكا كانت شوية خضره من بعد هنه اجت الرقد هكا القشطة بنتي غير هكا الرقدة نخليه هكا واحد نص ساعة او لا قد ما نروح هكا نضرب طلاف الديار وشي كش مخصو ونعود نولي لهم هذا هو فاظو اللي خدمت بيخوتي هكا بتغدقون وشوفو تحسبوه الصابون رابينه هتقيل وشباب بزيف وما يدير البريتاعه بزيف ثلاثة هليت خب كارونتمي ويخسل لك غاية من بعد هنه طلعت لصالدوبان تحت كنت نقين كل شي النقين لها ما شاء الله الله مبارك كبيرة ننقين لها كل شي في نهار واحد ننهار تحت ونهار الفوقة ونهار المريوية نقيت لها صالدوبان تجوغ ممتاني لقيتها تستعمل ستيك من ذاك عندها تقافية ستيك تا هي تستعمله هنه راهي يشاريه هدا بريحة الكاليتوس ستيك هداك جال ملتو ايساج وهنا تاني هدا جال تا لتوالت حشاكم وربي يعلي قدركم هنه يشوفو اخوتيتين بوتش نغسله قدامكم كل شي هداك رائع ديزنفكتون في هالعطر ما ديروني يصانيبون يوالو وديروا ستيك هاد اللي بلوك تاع الصاج دو حاجه طوب هادو انا في داري نخدم بيهم جبت لما وقلت لها غدي تسييهم هنه معاكم شوفو نوريكم اما التدبيره اللي كديرتها مقبل هنه هاد البلوك صاج دو تقلعوا لهادك الاخر الغلف تاعه وتحطوه هنه يعني في الصاج دو هدي هي هنه يخوتيتي هنه ما كديره قرعه قرعه هكا صغيرة عجالة وش متقبتها بالسفود وكان ديره فيها صانيبو وديره فيها صانيبو وشوية تاع ايزيس من خلطتهم وديرتهم في الصاج او هاكا وباش تلقوا لها الريحة هاديك تدبيره لكا ديرتها قلعتها لها ودرت لها هاداك البلوك هاداك يشدلكم حتى ثلاثين يوم وهنا يحشاكم حاش اقداركم تاني اخواتي هادو تدابير ينفعوكم المجرع حناية البلاصة اللي نستكنوا فيها شوفوا هادي البلاصة قيع قيع فيها الكافاغ الكافاغ فيها بزيف باش ما يخرجوناش من المجرع وكل شي ربي عز قدركم ديرتهم ما تاني هاداك تدبيره الراسة القرعه بها بالبوش وانتقبتهم بالسفود يكون حامي ومبعد دخلوهم في الفم هاداك تاع المجرع ويتكونوا منقين المجرع شوفوا ما يخرجكم الريحة ما يدلكم ما يخرجكم هادو الكافاغ ويتكون لكم يفوت المازع ما نورمال ما غاديشتلكم المازع ما يكون عائق لوالو وتحطوا فوقه البلاصة المجرع هادي كان تدبيره شوفوا اخواتي هاديك والله امه اللي قالت هالها ونعت هالها في السبيل الله رحمت عليها ما يخرجك نيغرلون يوالو هنا اخواتي رحت نقيت هاداك الصالدوبين واتت الوباء ثم نقتره كيسان عند صحراطي فوقه وضعنا في كل مكان ويوجدوا فقط وعودة كيف تصدقوني الافطر اجلبت لي الخضرات كيف تدرون افضل روز كيف تدرون روز والحيل بارد والأخواتي هادا الروز اليوم سوف ندرب أيضا ترامز تبعوني على المقاطر نحن نتعلم عن روز انا لا نستخدم روز نحن نستخدم روز اتخاذ روز رخيصة نوعية جيدة لا نهمنا الشرخة نحن نشري شيئ غالية و يكون نوعية المهم هنا نضيف روز روز تقدرون تخدموه بالمفور هنا 3 حبة زرودية بلا رب ديك رقيقة ثلاثة حبة تاع البصل اضع زيت نضيف فوقه نضيف البصل و نحركه نضيف زيت ثم نضيف أحشابها و نضيف نضيف حبة نجمة الأرض من بعد نضيف ملح ملح مغرف صغيرة على ملح ودائما العبسة اللي نديروها لكي تكرمنا وعطينا هذا الدوق الشباب نديرو فيه نص مغرف صغيرة على سكر هنا متخافوش السكر تقولوا غير باش تساهم باش تخرجنا هذيك الحلاوة على البصلة وتولينا كغامل هنا نبدأ نحرك معها نغطي عليها مهم جدا انكم تغطي عليها تخلوها تكرمل شوفوا هادا هو اللون اللي رانا بسحقيناه من بعد هناشا غدي نزيدو معاها جيبو هذيك الكروطة اللي ربيناها برقيقة نخلطوها مع البصل هادا دوق بروحه بزيف شباب كديرو الجزر مع البصل هنا خلطناهم هكا تخليطة خفيفة تاني زيت معاها هنا ربيت هكا فستع توم يكون شوية كبير هنا اتخلطو تاني مليح مليح كسبتها كلمقلع لزوج النار هي ناقصة جبت هنا ربوح ستر تعد جاج ولا نص ستر تعد جاج كنتو في العائلة هنا درت هنا تقريبا نصف ستر دجاج قطعتها دي كوب بعد دي سوسيته من العدم و هذيك العدم مرميتها لالانانا درتها في الساشة دي كونجلاتير بجديرو بيه شوربة ولي حاجه من بعد هناشا بدرت هشوية تعلام الملح زوج عيدا تاع القرنفول اختياري تقدروا ما تديروها هاش تعاوضوه بالقرفة ملح و كوركم و حرور و فلفل زنجابي و سكنجبير ملح و ملح تشربة تتبيلة خلطتها مع البصل و الكروطة خلطتها قليلا مرصوة زبدة و دهان خلطتها قليلا خلطتها قليلا تبليل و تراقبها ساعة لساعة حتى يجب أن تخلطها خلطتها قليلا مرق دجاج مرق دجاج خلطت المكونات خلطتها قليلا خلطتها قليلا خلطتها قليلا خلطتها قليلا تجيب الروز لصفيته و هناك نفخته بالماء المغلي تنفخه حوالي 4 ساعة و تخلطه من بعد تستعمل من بعد تستعمل مورد تجيب الروز من بعد تستعمل من بعد تستعمل دجاج الخضراء سوف نحطل القناة في المقلاء موضوع جميع المكونات عصراء مرق ثلاثة لذلك و مارى نظر نشف بشكل من كلا نضيف المرق الدجاج نخلط المقلة نفخ نخلط المقلة نفخ 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 نضيف الثانية نضيف روز روز نضيف 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 خ вн訴 نخبر WeuppЗд chap نضيف حوالي الوز نضيف مغرفة نصف مغرفة طريقة الطياب نضيف مغلقة حتى الغلاء فقاعت طفيت النار و جعلت مغموم حوالي 5 دقائق حليت الوزن ثم اشعر ايجا اغموه اخباء الاخر كوزينة تقل برحة شواء تحسبو راكم شاوين هكا من بعد تقلع ديك لغانكا و راوزقوت لكم راح بحبة مفرز راح بالخضراء ما شاء الله عليه راح فيها دكتجاج ما شاء الله عليه شوفو طبقة رائع جدا شوفو نشوف انه قاعدك المرق كان سواس وهووية هنا تقدموه كما هكا هنا درنا غاي هيدا كان فطور درنا الفطور هادا و معا شوية سلاطة طوماتيس مع الخيار و كان يعني فطور ما شاء الله يعني هكا هادا و راح مكلف كي تجو تشوفو ماراش اقتصادي هادا اقتصادي بصح في العيشة اللي رانا فيها دروك هادا و راح فيت شوية تكاليف فيه تجاج و فيه و فيه لغالب هديه العيشة كيولد كيما هكا شانقولو الحمدولله يا ربي ربي يعطينا غير صحتنا ان شاء الله اهنا يجبتوح شوية عمعدنوس نزوقو بها طبق تاعنا و نكسروا ديك الالوان و نزيدو نشاهوهم فيه وهنا يكن واجد ما شاء الله عليه كان واجد كيما كم تشوفو ان شاء الله هتومتاني تجربوه بالصحة و تاكلوه و تحسوا قلتكم رح تشواء في هاداك الدجاج و لكم مدخن هادا الروز هدي هي كانت الوصفة تعليوم ساهلة ماهلة ان شاء الله ما تعزوش عليها هتومتاني و تديروها لو كان غيب اربوع اصدرت على الدجاج و كاملت الروز هالهي ها راني يكملت الهم الفطور و اعودت هدوك السوارات تعبنت هاداك القشتة غير بيدي هكا راكم عارفين نغريوين مغادشي وصخو غير هاداك غليق لغ ولا غلا غلها هكا غيا حاجها خفيفة لحليب مغادشي وصخوا الوحون بززيف سينو غاد تخرج لهم حاشاك هم دياغي سيرتو ساي الغريان كي بدي يكلو كل شي المرحلة التسنين وكل شيء ثم لا يوجد المشاكل سواء اقلاق او الريوك او الدياغي هنا قلت لكم بيدي كما هكا بيدي كما هكا باش نطمن بلي خسلت سوالح بنتي غاية هنا شوفو كي نفقتهم خف خف هكا كانوا خرجو لي وشللتهم ونشرتهم لها ليكون عندها بيبي متخليش قا قشة يتراكم لك ها دي ناصحة من عند اختك من بعد هنا يا اخواتي فوت نتخدم معكم الكمبيوتر وراءت على الكرموس شوفوا خدمتها معكم وخدمتها معكم وخدمتها معكم وعندي واحد طالع بزاف داك الفيديو وقعنا سيتفرجه بالصح هاداك ما نقدبش عليكم هاداك غير صحي فيه السكر بزاف اليوم درت لكم هاداك الوصفة ودرتها لكم داجا وهادك الفيديو تحدث لي بس كما جابش قا مشاهدات وما على باليش قا او الله حاجه تاع فايدة دفور ما هم يكون فيها مشاهدات حاجه تاع الفايدة مانيش عارف كين هاكا الناس يقعدوا سينيالوا فيها اليوم الكمبيوتر تحتافظوا به عام كمبلي في الفريجيدر ما يصرع له ويلو عام كمبلي وتوما تاكلوا في الكرموس ما شاء الله وصحي يعطيكم فايدة لكم وولادكم انا غادي نخدمه كما هاكا باش ان شاء الله ولداتي السباحي ولو يتقهو به باش يروح يقرو كما كنا حدثنا في بداية الفيديو هاديك الحرة وكل شي هذه تاع دارنا بيو نعود كلكم لي تكون بيو يعني طبيعيا ما فيها شمياء دارة ما تقلعوهاش القشرة لكما تقلعوهاش القشرة كما تشروها من المرشية لا يصرون يحرفين لها مبييدات وللا لا قاعدت غسله تخافوا منها قلعوها هذيك القشرة قلعوها هذك اللوبو هذك الفوقاني كالعوها التحتاني وغادي تحطوها في الكوكوتا كوكوتا متقيلة ولات تاجين تقيل اضعها على نار متوسطى وتضعها كما هكا غير هي تطلق لك الماء غير حرة وحدها غير كرموس وحدها غادي شوفوا الماء وكمية السوائل شوفوا ما شاء الله عليها نقول لكم هاد الفاكية ما ربي تكرهنا في القرآن حتى فيها بزاعة فوائد هنا يا اخواتي اخوتي هادي نقود نطيب فيه كما هكا شوفوا هنا واحد المقطع نحدف له مهم جدا كي تبدأ تدلكم الرغوة هنا في هذه المرحلة تقلعوها ذيك الرغوة هي تخصر لكم تقلعوها ذيك الرغوة تقلعوها تقلعوها وتبقوا تحركوا ساعة لساعة ونرهم توسطى غادي نوريكم كي توصلكم واحد المستوى كيما هنا يا اخوتياتي غادي تجيبوا فيها راكم تشوفوا رهي عقادة تجيبوا هنا تلت مغارف تاح سكر انا هنا كانت هكا حوالي 4 كيلو تاح حرة 3 كيلو ورطر 4 كيلو 3 كيلو تاح سكر بس كل حرة هادي راهي حلوة ماشي سابطة انتي يلا كانت الكرموس تاعك شوية داخلتها سمطية غادي تدوقي هنا كي تحركي وكل شي كيما نحركوا القهوة كي تحركي شوية بالمغرف ودوقيها إلقيتها خاصها شوية زيديها بالصح ما ديروها شو حلوة احنا يا في القاعدة الاساسية تاع المربا ولا تاع كونفيتور اي كونفيتور نخدموه نديرو في كيلو تاع هاديك الفاكية نصف كيلو تاع سكر يعني رطل تاع سكر وبالصح رادروها احنا ما دابينا نقصو من السكر ماكسيمون بس كي هو داء ويعني ومرض لصحة تاعنا احنا كل شي رانا نخدموه عدنا القاطو وعدنا الخبز كل شي في السكر نزيدو كونفيتور في السكر غادي نقلاتو رواحنا هنا يا خدمتها بثلت مغارف تاع سكر وزيت الرابعة بالصح مش معمرة هنا يا تخلوه تحركوه واتخلوه ثاني غادي يطيب لكم غادي حاجة سهلة مهلة يتبدي الطيبية فيه حتى ليشرب لك هاد السوائل وهاديك البيوضيه مدام هتخرج لك ذيك الرغوة مدام كتي تقلع فيها شوفه هنا وريت لكم لو لا ما وريت لكم بس كنت أحدا في الفيديو هنا تبدو تقلعو في ذيك الرغوة تقلعو تقلعو وتخلوه حتى ليطيب لكم وينشوف لكم هاد الكمفيتور بعد ذلك الرغوة وشوفوا المستوى التعليم خليته برد برد لي تماما هنا كان هكا حوالي الظهر كدرته برد لي تماما حتى لحشيه برد جبت هنا حبة تعليم هذه الحافظ الطبيعي ما فيش حاجة كيميائية دارة هنا يشوف اخواتي حبة تعليم حصرتها كمبلاي خلطتها فيه هنا تبغي الكمفيتور تخليه كما هكا باين لا تبغي هكا تطحنه تطحنه يعني اللي يبغيتوها نتومه انا هنا يدرت هذا مطحون ان شاء الله يا ربي نزيد نقلع الحرة وندير حب حب ونزيد ان شاء الله ندير اشعة من وصفة بإذن الله تعالى الله هنا بالنسبة للبقالات كيفاش تعقموهم مداري نقول لكم عقموهم في البخار كان بزاف اخوات ما فهموش كيفاش يعقموهم غادي تدري الما يغلي وتحطي البقالة تاعك هكا على فمها تقلبيها كما راهي هكا وتحطيها في ذيك القدرة وتخليها ديك قطارات البخار الماء هي التي تعقمها من بعد تخليها تنشف في غرضها بلا مددها استربيته لكن انا لذيق الوقت ما عقمتش البقالات كانوا مخصولين قضبت الليم ومسحتهم هكا بالبابي اي سويتو عقمتها قاع حتى البوشونات وكل شيء من بعد عمرت هنا هكا الكون في البقالات اعطاني كشوفو اعطاني زوش كيلو وهادي هنا هكا حوالي هكا بلك ميتين غرام مولا اعطاني كمية ما شاء الله عليها اللون تاعها بزيف شباب وجاء ما شاء الله تحتفظوا به في التلاجة مدة عام كامل لكن يكون بحكام الخلق من بعد في الحشة هنا اعطيتكم غير هاد اللحظات يعني في الحشة دلنا شوية كارنتيكا كان في خاطر بزيف لديها ما عند هالنار من الفوقة بس كوشة تاعينا في داري عندي بس كوشة تحتفظوا اعطاني كارنتيكا اعطاني كارنتيكا شاركتكم يومنا كامل ان شاء الله كنت خفيفة عليكم واستفدتوا معايا استوضعكم الله